اشتركوا في القناة بسم الآيب والابن والروح قدس اله واحد امين بنكمل الاناجيل بتاعة الخمسين والنهاردة ربنا بيقول كلام شوية محتاج ان احنا نسبة عنده شوية نبص عليه بيقول لليهود بيقول لهم ايه انتم انتم من اسفل وانا انا من فوق يحن المعمدان سبق قال الكلمة دي اهل الذي هو فوق الجميع ويأتي من فوق ويتكلم بما رأاه من من اسفل يتكلم من اسفل اللي من الارض بيقول كلام الارض ولي من السماء بيقول كلام السماء حاجة مؤثرة جدا لما الانسان يفكر كده لم يسايد السنة العربية انا وجام سايدة انجليش حاجة لما يتعثر في البني ادم جامد لما يعرف خصوصا اللي فينا اب او جد يعرف ان قد كده ما بنتعب من اجل عيالنا وهم صغيرين وهم مش فاهمين فما بيقدروش منعرفوش لانا ما عندهش فكرة ايه اللي بيتعامل من عشانهم عشان الدنيا بتاعتهم تيه تيه ما نعرفوش ولا عندهم فكرة عن المستقبل صعب جدا ان انت تشرح لطفل صغير ايه الا يحصل في حياته لو ما عملش اللي علي لو ما راحش المدرسة لو ما ذاكرش لو ما اهتمش باسنانه لما اهتمش بصحته وتفضل الام والاب ورا العيل يبني كل يبني زاكر يبني عمل يبني مل وتقطع قلبهم ومرتهم تدفئع وهو فين ولا هنا لانه ايه ببساطة المعرف هو مش فاهم فهو ربنا هنا نفس القصة تخيلوا بقى ان ما فيش حد فينا ما حدش فينا هيقدر اللي ربنا يا سوع مساء عمله لغاية لما ايه لما نروح السماء مش هنقدره كد لغاية لما احنا نوصل السماء ربنا ادينا كلنا نوصل السماء لكن التأدير بتاعنا لي مش حاصل لسه ومن هنا افهم ليه ربنا ينزل من السماء ليه ينزل من السماء ويسيب الراحة والمجد وكل حاجة ويفطل يتعامل كبني ادم وبني ادم من معاملة بتاعته من اسوأ ده انواع بني ادم شرير اتعامل كواحد مجرم وبعدين يخش في البهدلة دي كلها وبعدين في الاخر يستنانا يقول انا ما استنيكم يبقى لابد اللي هو شايفوه حاجة احنا مش شايفنا خالص حتى لو يعني اكتر قديس فينا اللي راح السماء وشافها بعنيه ما يعرفش حس بالربنا زي من تاخد العيل كده وتزوره الكليات وتزوره المستشفيات وتقوله ده يحصل لانا ما ياخدش باله من نفسه وده اللي يحصل لما تعمل كويس وده الشغلان الكويسة اللي هتخدها لما هتذاكر الى اخره مهما حصل في الاخر هنعمل ايه مش هيحصل غير لما الانسان يكبر وياخد مكانه الابو ام وعيزينه كذا كمان بحياتنا مع ربنا اسوال مسيح فالنهار دهنا عايز اتكلم على حاجة بذاتها ربنا جي عشانها والحاجة دي اي أهم حاجة جي عشان لن أقول هذا before we continue in Arabic there is the Gospel today that Jesus says I am he is saying to the Jews you are you are from below and I am I am from above St. John the Baptist said about that about him that way he said Jesus is from heaven and he sees heaven and he talks about what is in heaven but whoever is from the earth speaks from the earth and whatever he sees on the earth he speaks so that gives me a little bit of an example in my mind when a baby or a child you're trying very hard to bring up as a parent and you're trying to teach them about the future teach them how to take care of themselves to take responsibility but most of us almost all kids doesn't want to grow up they want to be taken care of and you see in your mind as a father you say this is horrible they're going to be homeless how much money I leave him or how much security I leave him they will be miserable they're not going to be able to take care of themselves they're going to do bad you take them and show them what happens to homeless people and you take them and show them what happens to people who win their seal or you take them to the colleges and show them what they need to be in the high college to get a good degree yet it doesn't give them the full picture and I believe Jesus is having the same issue none of us will appreciate what Christ had done for us until we reach heaven to fully appreciate what he had done we can have a glimpse of it because nobody would suffer this amount of suffering unless there is something very important very significant that he wants to give us we can call it many ways we can call it many things but he sees something we don't see when we have a confinement before we reach the end but there is a question I ask them what a lebih coisa as I am I work with the thing I am not I need to be able to possibly I want to be able 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 to get the same name ربنا في الإنجيل أنا حاكتين حاكتين أنا محتاج أعملها معكم حاكتين في منتهى القوة الاتنين دولة هما ده كل ملخص الإنجيل كله الهدف من مجيء ربنا يا سعى المسيح مغفرة خطيانا وعطية الحياة الأبدية هما الحاكتين اللي جاء من أجلهم ربنا يا سعى المسيح إن خطيانا تتغفر لأنه محدش هياخد حياة أبدية مغير من خطيانا الأول إيه تتغفر ربنا عمره ما هيحط حياته الأبدية روحه جوانا غير لما يكون إحنا إيه نضاف كفاية لما يكون في صلح بيننا وبينه لما نكون بقينا إديسين كفاية طيب ففكرني القصة دي ببنت كانت في بوستن وكانت في الأم والأب كانوا ناس يحبوا يحبوا ربنا فعندهم بنتهم والجدة توفت جدة العيلة الصغيرة دي عندها ثلاث سنين فالأم بتحاول وهي بتعيط الأم فما بتقول لها ماما بتعيط إليه فبتقول لها البنت صغيرة صعبان عليها ومها بتعيط وصعبان أنت بتقول لها فين تيتا؟ هتلاها راحت السماء قدت من ساعة ما قلت لها كده والشهاد تغير وحلها بقى كرب تسحب الليل تصوت مش قادرة تعمل مش متلعب جالها نوع من القلق وأنا مش فاهمة أنا كنت فاكمة فاكر لما أقول لها دي راحت السنة هتعمل إيه؟ هتهدى البنت تنزعجت جدا جدا طب أعمل معها إيه؟ قعدت يوم يوم بعد يوم تسأل الناس تسأل الكهنة وتسأل الناس تتعرفهم أعملي مع البنت في الآخر عندها كتاب مقدس بتاع الأطفال أول كتاب مقدس ده اللي هو إيه؟ صور ما فيهوش كلام خالص هي الأم المفطوعة جنبها وتحكي لها ونوصل أمهات يعملوا كتاب يقعد جنب العير يحكي له القصص المهمة لي فبصت على آخر الكتاب في آخر الكتاب خاص في الجلدة الأخرانية في صورة من سفر الرؤية على أرشالين السمايين فالأم قالت مجرب مش واخد بلا هي بتخبط في الضلمة زي نقول فقالت لها فالصورة عبارة عن إيه؟ صورة مرسومة بال زي الكرتون كده فيها مدينة جميلة فيها بيوت منورة شوارع جميلة فيها شجر وأعلام رفرف وشمس كبيرة طلع كده من وراء الدنيا منظر جميل قلت لها تيتها في المكان ده قلت لها صحيح قلت لها في المكان ده قلت لها بس فلسط فلسط طب الحل إيه كان إن هي إيه إن هي تشوف إن هي تشوف تشوف المكان اللي هي مش فهمها خلص فاحنا عشان كده لما بنيجي نتكلم لما نيجي نتكلم لما يتكلم ربنا يصعى المسيح عن الحياة الأبدية وعن الإيامة صعب استحالة حد فينا ندر أتخيل إيه أي شيء كان لازم هو شخصيا يعمل إيه واحدة من الحاجات كان لازم على كنز يمورينا الحياة الأبدية يعني هي الحياة الأبدية يعني إيه في الإيامة في الخمسين يوم لما ربنا ظهر لتلاميذه وراهم الحياة الأبدية ودي مش حاجة غريبة على فكرة قصة دي أنا بقولها تنطبخ على حياتنا احنا كمان تنطبخ على العهد الأدين لما جي ربنا وعد بني إسرائيل بأرض المعاد أما قربوا شوية كده بعد شهرين ثلاثة من اللف وجم قربوا منا بأرض كنعان قال لهم إيه ابعتوا إيه جواسيس بعتوا ناس يبصوا على الأرض عشان تتأكدوا وتشوفوا معانيكم ولادكم يقولوا لكم إيه اللي شافوه فراحوا دخلوا أرض المعاد ومش غريب جدا أن هما راجعين معاهم قعد أربعين يوم يبصوا على الأرض أربعين يوم الـ 12 جسوس قعدوا في أرض المعاد أربعين يوم وهم راجعين مش حاجة غريبة قوي إن اللي جايبينه معاهم من أرض المعاد كان إيه عنقود عنب ليه كل الكلام اللي هو معنا طبعا لأن عنقود العنبدا ليه بتعمل منه لإيه لأبرك فجابوا لنا من هناك حاجة تكلمنا عن الأفخارستية وبكده الناس قال لهم فعلا الأرض تفيد لبن وعسل وكلها خير وكلها حاجات جامدة بصوا عنقود العنبدا احنا مش قادرين يشيله واحد منا يشيله كان لازم يشيله اتنين مع بعض جابينه على دقرانة زي عتلة كده شايلينها اتنين خشبة فقال لهم فعلا الأرض دي جميلة وهكذا أيضا في العهد الجديد كان ربنا يسوع المسيح لازم يودي نفسه يودي نفسه الجسد الممجد بتاعه لتلاميذه يعودوا معاه ويكلوا معاه ويشربوا معاه ويشوفوا بعنيهم يحصل ايه للإنسان اللي ماشي مع ربنا اللي هو بتاع ربنا لما الموت ياخده ايه اللي هيحصله بعدين هيقوم ويبقى في منتهى القوة والصحة ما يجي نتكلم على عطيت الحال أبدية من أكلم على مش بس عدم الموت هي دي النوت let me say the last part in English again so there was a little girl in Boston when I was serving there three years old her grandmother died her mother told her your grandma is in heaven with Jesus and she got very anxious for many days for her to get out of an anxiety her mother had to show her eventually she came up with this idea to show her a cartoon image like a child image drawn by a child artist the art of children I mean so it was like this children in Bible at the end of it there's an image of Jerusalem in heaven and in it bright sky sunshine green trees beautiful stuff very pleasant with clean streets and flags flying and she said this is where your grandmother is and all of a sudden the face of that little child three years old just lit up and she was very excited she saw what could be this heaven because she doesn't know what heaven is we don't know what heaven is but when she saw it she got excited the same way when the Bible tells us that God told Moses and the Israelites I'm going to send you to the promised land the land that I promised you they don't know what it looks like they were grown up in Egypt they know nothing they were slaves they don't even have any education they don't know about the countries around them they were born in Egypt lived in Egypt all their life they never left that place so where is this promised land where we're going to be masters we will be free and we will have our own piece of land not to work as slaves so they when they came closer to the promised land God said to Moses send spies twelve spies they had spent forty days in the promised land forty days going and coming at the end of the forty days the twelve spies one from each tribe brought back with them a big cluster of grape and they told them the cluster had to be carried by two people this is how big of a cluster not the grapes that you buy from the market this is something different so they said yes the land is very good and very rich and it's blessed and everything God said about this land is true so the same way in the resurrection time when Jesus rose from the dead he had to spend forty days with his disciples they touched him but what is him in his body he was dead mutilated and he's risen he touched life in him so when Jesus said this he said to the Jews today he said I am from above you're from the low you are from the world I'm not from the world and I told you you're gonna die in your sins because you did not believe I am he you will die in your sins here دي حاجة كبيرة جدا عشان إنسان يفكر فيها نحن نصلي كلنا نحن لما ربنا ياخدنا للسماء نبقى إيه مغفوري الخطايا نحن تغير آخر لحظة عشان كده كل يوم احنا بنعمل إيه بنطلب غفران الخطايا بنحاول نحن نطلب من ربنا أن يغفر لنا خطايا كل لحظة في كل صلوة تيجي تقول أبقى أنا اللازي تقوله إيه واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا نبقى إلينا في كل ساعة بنقول رحمني يا الله كعزيم رحمتي اغسلني فبيض أكثر من السلم انضع علي بزفاك فأطهر والتالي أنا جاهز لعطية الحالة أبدية ولما بنا بييجي فخره الداس يصلي يؤطى عنا غفرانا للخطايا وحياة أبدية هما دول عطيتين اللي احنا بناخدهم ربنا لأن ربنا عايز يدهم لنا لما بناخد الحالة أبدية مش بس ان احنا ما بنموتش هذه النقطة المهمة كمان مش معنى ان انا باخد الحالة أبدية في الحالة أبدية اللي انا هاخدها دي مش معنى ان انا ما بنموتش لأن في ناس حياتهم عدت المئة سنة لكن في كل يوم يتمنى لإيه الموت ليه مزربة تعبان عيان أصحابه كلهم مشيوا أهله كلهم مشيوا فحاسس انه إيه دي حاجة مزربة لأن الإنسان يعيش على الأرض طول الوقت حتى لو مئتين تلتمئة سنة كل ما الوقت بيعدي كل ما بيبقى حس ان هو إيه وحيد مادوش حد الحالة أبدية اللي بيتكلم عليه ربنا يا سوع المسيح دي لا نهاية من الفرح لا نهاية من السلام لا نهاية من الصحة الجسدية والزهنية والروحية دي حاجة تانية خالص مش بس عدم موت يعني عدم موت في حد ذاته إيه مش كفاية ما ينفعش بالعكس ناس كتير يقولك يتمنى الموت كل يوم ما بيجيش ما ينفعش مش ده حياة الأبدية هين الإنسان بجد عايش كما يكون الأصد بتاع ربنا من حياته بمعنى صح نقولها إيه حياة الله نفسه هل تتخيلوا إن الله السلوس آب والإبن والرح قدس في أي لحظة حزانة ينفع هل ينفع أن هم يكونوا ألقانين وبالتالي الحياة الأبدية اللي ربنا بيتهالنا دي حالها مواصفات تانية خالص خالص تخيلوا كده دي حاجة ألهالنا القديس مارسحاق ونتكلم عليها أربع جايب ولبعده قال حاجة مارسحاق قال إن الراهب بجد وظيفته في العالم إن ربي مخافة الله بعدين هو يقول رغم إن هو ده هو مدرس يعني يقال كلمة حلوة يقال إن المخافة تزرع في القلب عندما يبدأ الراهب في إنه يتوقف عن التشتت في أمور العالم وينتبه لحاجة واحدة بس التجديد المستقبلي للطبيعة إيه معنى الكلام يعني يبطل يتفكر في حاجات تحت العالم اللي العالم كله بيفكر فيها اللي هي من أسفل دي ويبدأ يشغل دماغه بإيه هيحصل فيه إيه لما إيه لما أقوم من الأموال إيه اللي يحصل ممكن نفكر أو ممكن إيه اللي ممكن نفكر فيه في القيامة إيه اللي حس بيه ربنا سوع المسيح لما أقام من الأموال حس بإيه نقدر نفكر فيها ولا دي خزنة مقفولة ومفتاح بتاعها مش موجود إيه اللي حس بيه ربنا لما أقام من الأموال فكروا فيها دي هي بداية الكلام دي يسميه الكتاب مقدس الرجاء السعيد حاجة اللي وعدنا بيها ربنا اللي لازم الإنسان يشغل باله بيها من غير هذا الرجاء محدش يجاهد من غير هذا الرجاء محدش يعمل أي حاجة هو الطالب بيذاكر ليه عشان هينجح يبقى في حاجة هو بصص لها هو الصياد بيطلع يتعب في البحر ويقعد بالليالي ليه عشان يجيب سمك الفلاح بيقعد يأزق كل يوم ويعمل عليه الموظف يروح يشتغل كل يوم ليه عشان آخر الشهر هياخد ده وإحنا تعبانين ليه اللي بالك اللي ما عندوش هذا الرجاء ما يبتعبش ما عندوش الصبر يتعب إحنا تعبانين ليه عارفين ليه عشان الهدية دي عشان المكافأة دي اللي اللي نحن لازم نبص لها كويس سماها كتاب مقدس الرجاء السعيد وظهور مخلصنا يسوع المسيح الرجاء ده هو التغيير اللي هيحصل فينا طيب إيه اللي هيحصل فينا هو ده السؤال فكروا معي لما أمر بنا يسوع المسيح من الأموال في موت تاني طيب لو ما فيش موت تاني يبقى إيه ما فيش مرض ولو ما فيش مرض ما فيش قلق ما فيش خوف ده أول حاجة هقولها الواحد لما يوم الأموال ما عندهش خوف مش خاف من حاجة يعني ممكن الواحد يرمي نفسه من من عشرين دور أو ممكن ممكن الواحد يروح يخش جوه فرن مولع ممكن فيه أي خوف من أي حاجة لا يمكن لا يوجد خوف من أي شيء ده أول حاجة الخوف بينتهي يبقى القلق راح ما فيش قلق الحاجة التانية إيه الحاجة التانية ما فيش حزن الناس الشينيزي يقولك كده في الناس الحكمة الشينيزي يقولك الحزن بيجي من التفكير في الماضي والقلق بيجي من التفكير فين في المستقبل ففليه حاجة في الماضي تخلي الإنسان يحزن لأن ربنا بيمسح كل ده ما يمسح كل ده ما معنى صح إن ماضي كله بيلم بما فيه بيتنسي حاجات الوحشة كلها بتتنسي ما بنفتكيرش غير الحاجات بتاعت ربنا اللي عملها ربنا أعمال البشر وكل اللي عملوه فينا بيروح ما فيش حاجة لها معنا طيب بقول المستقبل قال لي خلاص ما فيش تغيير ما فيش أي حاجة أنا خدت الجهزة بتاعتي اللي من هنا ورايح هيبقى من صحة لصحة أكتر ومن فرح لفرح أكتر ومن مجد المجد أكتر طب أنا أقلق على إيه لما كل حاجة مضمونة قال لي أي من الأمواد ده لا عنده حزن ولا عنده إيه ألأ وعنده إمكانيات خطيرة جدا إمكانيات خطيرة زي إمكانيات ربنا نسعى المسيح اللي دخل بباب مقفول مع ذلك بتلنس يعني هو كسر قوانين الطبيعة اللي احنا نعرفها دلوقتي يقولوا جماعة بتاع الفيزيكس واحدة روسية كانت معلمة فيزيكس مبسط على الشرود وفحصته كويس قالت وكلهم بيقولوا كده بيقولوا إن جسد ربنا نسعى المسيح كان متعلق في الهواء لما القيامة حصلت في لحظة دي متعلقة في الهواء والكفن مجدود فوقيه وتحتيه قالوا المنظر ده من ناحية الفيزياء حصل مرة واحدة بس في التاريخ بتاع الكون كله بداية الكون يسموه والأشعة اللي طلعت من الجسد طلع موازية للجاذبية طلع فوق وتحت فضربت الكفن في الحتتين ده ده عملة الصورة دي وطلع بتناسب مع بعدها يعني الكفن مجدود كده والجسد طبعا فيه المناخير فوق شوية ومش عارف ايه والرقبة تحت مش عارف كل التفاصيل بتاعته فالنسب بتاعت الأشعة اللي خبطت في الشراود متوقفة على المسافة بتاعت الجسد من الشراود ما كانش الكفن نازل وطالع مع الجسد كان مجدود فقال له دي حاجة حصلت مرة واحدة بس في البيك بانج لما بدأ الكون وكانها عايزة تقول ايه او هي قالت في الاخر قالت ان ايامة ربنا يصعى المسيح دي بداية تكون ايه جديد خليقة جديدة وكل اللي لهمة كان في الخليقة دي هياخد نفس الطبيعة دي فاي نوع من الكون دا لما انت تقدر ده ربنا كان بيسافر بسرعة الفكر بسرعة الفكر تقدر تقول انا عايزة اروح مريخ النهاردة وتروح المريخ ده الكلام بتاع الجسد يعني تروح المريخ بلس مجرد انك تفكر فيها وتقدر تمشي على سطح المريخ مشاكل مش محتاج انابيب اكسوجين ولا صواريخ ولا حاجة طيب طب انا اقول لكم الكون دا هيبقى قد ايه بقى لما احنا الوقت بنفكر في القصة دي الكون هيبقى شكله ايه بالنسبة لنا هيكبر ولا هيصغر هيصغر قوي ده هيبقى حاجة مملة طب اي اي نوع من الاكوان ربنا هيعمل لنا عشان ما نبقاش بالسرعة دي اكتشفنا كل حاجة وعرفنا كل حاجة وانتقول لا الدنيا دائت علي يبقى لابد ان ربنا هيعمل ايه سمى جديدة وارد جديدة تساع الامكانيات بتوع البشر الجودات دولة كتير او حاجات ممكن نفكر فيها وده اللي احنا عايزين نبتدي ننقل نفسينا ربنا جاء عشان يغير طبيعتنا يدينا فكر جديد فكر ربنا سعى المسيح على كل المستويات لالا يكون فينا وللأسف ده بيحصل يكون فينا ناس بيفكروا بس ان مواضيع الحياة الروحية والكنيسة وكده ده مواضيع نفسية وحاجات تلا علاقة بالنفسية بتاعتنا وكده لا 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 الحياة مع ربنا تشمل كل شيء كل شيء الجسد والروح والنفس وكل ما يختص بنا كبشر والعلاقات الاسرية والعلاقات مع الناس والعلاقات مع العالم ورؤيتنا لكل شيء بتتغير لو احنا مش قادرين نعمل كده احنا نفقدين حاجة في حاجة مفقودة منا عشان كده النهارده ربنا بيقول لنا ايه ان انا من فوق ولما هاجي حعرب لكم حاجات معينة عشان تقدروا او اديكم شباك تبصوا بيه على الحالة الابدية تخشوا كده جوة وتبصوا على الحالة الابدية محتاجين نعمل كده ولو هنعمل كده قديس يحنى قالها في الرسالة بتاعته انا حختم بالحكاية دي في الرسالة بتاعت القديس يحنى قالك الميتين تولا سين جون قاله في حالة الابدية اتحدث عن هذه الوحيدة التي ستحدث فينا انا اريد ان تتذكر هذا شابتر ثري قال ايه انظروا اية محبة اعطانا الاب ابو المسيح ابو الابن حتى ندعى اولاد الله من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرف مع ان احنا شكلنا نزا بيت العالم ما نختلفش عنهم كتير في الشكل دلوقتي بعدين قال ايه ايها احباء الآن نحن اولاد الله اذا ربنا قال انت ولادي يبقى احنا ايه لما ربنا بيقول حاجة كوني تحسن الآن نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون حتش عايفش ايه بشكلنا ايه لما ايه لما نشوفه ولكن نعلم انه اذا اظهر مين ده بقى اللي اظهر هل عارف ده مين هي صعبة تتحدد مين بالزبط بس هي شكلها كده مع الكلام انه مين لا هو بدأ بالكلام بايه انظروا اي محبة اعطانا مين القاب هو بيكلم على مين دلوقتي هو اليوم اللي هيظهر فيه الابن اللي هيجي فيه الابن تاني لابد هنشوف القاب كمان عشان نشوف القاب محدش قدر يشوفه بالعنين دي ولا بالودان دي فاكرين لما جيه ربنا يسوع المسيح وظهر لمانا المجدرية قال لها ايه قال لها لا تلمسيني لانلي لم اسعد بعد الى ايه عشان يطلع الجسد دا يحطه قدام ابوه لازم كان يحصل ايه يتغير يوم ياخذ الطبيعة الجديدة فبيقول ولكن لم يظهر بعد ماذا سنكون احنا مش عارفين شكلنا هيبقى ايه ولكن نعلم انه اذا اظهر الاب نكون مثله لاننا سنراه كما هو بيقول لنا اولادي بس كده كلمة يعني لا يكون احنا فاكرين ربنا بيجملنا انت اولادي قبل ما واحد كده يكون مدرس ولا يكون يا ابني انت ابني وهو لا يقصد ولا ابني ولا حاجة عارفيني القصص دي هو مش ابني هم بحبوش بس هو بيقول له كده ربنا مش كده خالص لو ربنا قال دعانا اولاده يبحنا بالجد ايه اولاده هي دي قديس بوليس يقول نفس الكلام يقول لان الخضيع الخليقة تتوقع استعلان مجد ابناء الله يعني الخليقة مستنية تشوف هيحصل فينا ايه بعد الايامة طب هيحصل فينا ايه بعد الايامة هنبقى زي مين زي ربنا يا سعى المسيح وهنبقى زي القاب لان في الايامة ربنا يا سعى المسيح خاد رجع تاني بالبشرية بتاعتنا يبقى واخد شريك في طبيعة الله الاب دي سموها شركاء الطبيعة الالهية قديس بوليس كلم عليها كلام كبير جدا انسان لازم يفتح زهنه قال ربنا يا سعى المسيح حاجة السر اللي الايمان ننصدقه ما بيش حاجة تانية ما لهاش حل ابنك وابنك مش ممكن هيقدروا يصلحوا حياتهم غير لما يصدقوك مش شايفين ومش عارفين هيحصل لهم ايه الحل الوحيد ان هما ايه يمشوا وراك يسمعوا كلامك ويصدقوا ان انت عايز مصلحتهم اصحى الصبح بدري ليه اعمل سناني قبل ما نام متفرج على التفزيون وغاية لما نام على الكنبة ويه المشكلة استحمى ليه اعمل اي حاجة ليه اعمل واجباتي ليه لازم يعملوا ايه حل الوحيد ان هما يصدقونا لو ما صدقوناش ما بش حاجة من دي هتحصل عشان كده ربنا قال ان الايمان هنا شرط عشان الانسان يبدأ يفكر في الحكاية دي ويغير حياته لو انا اعرف ان انا مسافر في بلد زي ما الناس اللي جاءت امريكا هنا فابتدي بقى عمش فات التحضيرات بحضر لنفسي شو الحاجة اذا جاي امريكا من مصر لازم تعلم ايه انجليزي وتعلم السواقة وبنقعد ندي في توعزة ونقول لهم تعملوا عشان لما تيجوا البلد دي ايه تلاقيوا مكانكو فانا لو حروح السماء ولو ده هو هي دي الصورة اللي انا حبق عليها يبقى لازم اعمل ايه هو ده السؤال قالوا كده في كتاب قدس علمونا قالك لما الانسان بيتقلم من اجل ربنا بياخد ايامة افضل ايامته بتبقى احلى منظره بيبقى اجمل مايرضاش يقبل الراحة مايرضاش ننفعش لانا عايز ايامة افضل تشبه انهidé ان شاءر لازم انسته انسته لاست م Cafe عندما فيها لاست مدهة تأكد ان الحاجة و تلعب المدهة ولا يلغون أن يكون مدهة كن استممتع إنه مدهة إنها مدهة 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 و منه ولدهة و منه أصبحت بريسه مدهة مدهة سبق المترجم أنتظرة يبدو نعم لك نجل uma persona who has hope for achieving a student who has hope to have good grades when they study a mother who has hope of a healthy child when she's taking care of herself in pregnancy a farmer who has hope of having harvest when they are sowing seeding and irrigating every day it's a lot of work so also we have hope that when we get done with everything we're doing in this life Jesus will come and raise us up and we'll be like him. We'll be like him. And they said, the more we work on this, the better our resurrection will be. The resurrection that we have. That body. And imagine that body. I'm just talking about the body, not even about the psyche or the mood. Going through the walls, defying physics. Jesus appeared in the center of the upper room and they thought he was a ghost. He said, no, I'm not a ghost. I'm flesh. Touch me. And they touched him. So what is this? How can you push a flesh through a wall, comes from the other side and you still can touch it? I can tell you, X-ray does that. X-ray goes through concrete. And you can see it on a film on the other side. But a physical body, what is this? It's new laws of physics. One of the Russian physicists, looking at the shrouds, she said, what happened in the body of Christ is a new creation. A new universe. It only happened why she's saying this. Those of us who know physics, we say at the moment, the very fraction of time, there is no time actually, that the universe started in the Big Bang, energy and matter was one. There was no distinction. Energy, heat, light, electricity, and physics and matter is one. You can weigh energy, but you also can push matter through things and we'll go through. This is what happened. She said the same thing happened in Jesus' body. There is a new universe that's being made. And if we are part of him, we will be part of this new universe. This is real physics, real physical, I mean. Not just moods and not just sense kind of emotional hype that we're trying to say. No, it is actual reality. And if we think about it, the gospel tells us, you think about this hope, you will work toward it. You will work to go there, to be part of it. And we pray that we are part of it. Not endless life, eternal life, which is totally different. to God is the glory, Father, Son, and the Holy Spirit. Then he was blessed.